حياءً لليوم العالمي لمنهضة العنف ضد المرأة أشرفت اليوم وزيرة تضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثار كريكو رفقة ممثلة صندوق الأمم المتحدة لسكان بمشاركة وزيرات الشؤون الاجتماعية لعدد من البلدان العربية الشقيقة أشرفت على لقاء حول تبادل الخبرات والتجارب في مجال منهضة العنف ضد المرأة كذا التعريف بالإطار القانوني والبرامج والآليات والخدمات المقدمة للنساء والفتيات التي يعانين من وضع صعب وبالمناسبة عرضت وزيرة التضامن الوطني وتجربة الجزائر في هذا المجال وأكدت تجديد الالتزام بنبذ كل الأفعال والسلوكات السلبية التي تمس المرأة وهذا ما نص عليه دستور 2020 في مجال حماية المرأة ترجمة نانسي قنقر